طيب ايه الاسباب اللي خلتنا وصلنا للمرحلة دي احنا ليه بقى الموضوع سهل وكتير وكنا بنجلس في مجالس صلح ما بين الزجين ونلاقي راجل طيب كده عميد عيلة ولا كبير العائلة ويقول احنا كلمة طلاق دي مش موجودة عندنا في عيلتنا وبالفعل احنا في قرى بالكامل ما كنتش تلاقي واحدة يعني او رجل طلق دلوقتي بقى الامر كثير فيقول احنا ما كانش عندنا في عيلتنا حاجة اسمها طلاق مش ان احنا ضد شرع ربنا ولا حاجة لا شرع الله عز وجل موجود والطلاق حلال ولكن ما فيش يعني مشكلة بتوصل للطلاق دلوقتي بقت كثير من المشاكل تصل الى المحاكم وتصل الى الطلاق طيب ايه السبب؟ السبب يعني مش سبب واحد دي مجموعة من الاسباب وهي يعني نقدر نقول معقدة شوية لازم نفككها ونعرف القصة بتبدأ ازاي ليه ممكن تحصل مشاكل اي شراكة ما بين شخصين اتنين بيقيموا شركة مع بعض دخلوا في مشروع تجاري مع بعض شخصين ارتبطوا مع بعض ارتباط زواج السبب الاول للاختلاف الجهل احنا دخلين على طمع احنا الاثنين سواء كان زوج او زوجة او شريك مع شريكه او دخلين في تجارة ما احناش فاهمين حدود الموضوع وللأسف يعني وإحنا بند بعض المحاضرات وفي بعض اللقاءات سألت السؤال ده لناس كتير جدا وده سؤال مهم احنا كمسلمين قبل ما نقيم بعقد الزواج قبل ما يحصل كتب الكتاب هل درسنا احكام الزواج في الاسلام فالناس كلها تقول لا ما درستش هل في حد قعد كده مسك كتاب فقه ودخل على باب الزواج وقعد يدرس احكام الزواج يقوله لا طيب ما احنا عندنا الزواج عبادة كالصوم والصلاة والزكاة والحج وكسائر المعاملات في يعني اركان وفي شروط لابد ان تتحقق شروط صحة والله عز وجل يقول في ايات الخاصة بالعلاقة الزوجية تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امر يعني هناك قواعد هناك حدود هناك ضوابط لابد وإحنا كزوجين نلتزم بيها يعني ما ينفعش زوج يغضب من زوجته فيمنع عنها المصروف والنفقة مش بمزاجك مش بمزاجك أن تمنع النفقة عن الزوجة إحنا مش بنتصرف في هذه الحياة الزوجية وفق أهوأنا أنا متدايق وزعلان فمصرفش على البيت حضرتك مش بمزاجك أنت يعني مطالب شرعا بالنفقة على البيت واحد يعني بين وبين زوجته مشاكل فيقوم يهجرها في الفراش وفي البيت يروح يقعد عن دمامته ويسيب لها البيت أو يسافر ويسيبها ما يعرفاش مش بمزاجك حضرتك أنت زوجك بيقولك ما تخرجيش من البيت طب حخرج غزبا عنك بيش بمزاجك ده شرع ده دين ده عبادة ده لازم نلتزم بما أمرنا الله عز وجل به اشتركوا في القناة